طيب الفرصة مفتوحة للعلمانين يمكن انشجعوا كده كده تعالوا انتغدون اقولوا يا اخوالله انها زي الخوافين ما بيخرجوا على الحاكم كده تعالوا ناخشون ما ممكن برضو ما نشبها برضو فرصة مفتوحة والله يعيب يا اخوانا اخوانا ايب العلمانين ديل مالوم بعد ما انا مش يقول لك وين الجماعة ديل زي لان النقطة السودانية قال الفار اللي قال اسد ميت الدو شلود قال له الله انا وكي تزعل كعب قال له بعد ما لقاه ميت فتعالا نحنا جيناك وين العلمانين ما في والله شاكده انا والله انصح الطلبة من اليوم لقدام اي واحد علماني يجي اي واحد من العلمانين يجي ما تسمع له ذاته امشو منه لان نزول يا اخوان نزول منهجه ما قادر يدافع عنه نحنا نفتخر بالقرآن والسنة على فهم على فهم سلف الامة من الصحابة وتابعيهم بإحسان الى يوم الدين نفتخر ونعتز بذلك عرفت انت كعلماني ما قادر تعتز بمنهجك وفي جامعة ونحنا بنعرف ان الجامعات دي محل بتاعنا شرها الافكار وذول ما اقتنع بمنهجه ما بقدر يعني ينشر منهجه ولا يؤثر بين الناس الفرصة مفتوحة للعلمانين رأيكم شنو العلمانية دي ككة ولا كويسة فرصة مفتوحة عليكم علمانين والله يعيب عليكم يا اخواننا يا اخواننا كده كده طيب انا دارز على الطلبة المحترمين دي سؤال فيه علمانين قاعدين في الركن ده فيه قاعدين مش كويس طيب يا علمانين مادام ما قاعدين انت خشوا رس الورق قصرنا معاكم بعدين لما انت رس الورق انا بغض بصرين منك ما بعير عليك ما تخاف يا اخواننا ده شنو ده …? عيب عليكم يا اخواننا وين الرجالة القوية دي نحنا علمانين وق وسوف ستظل وقفتنا بخط النار طبعا البي بجر لكنه علماني في امتى؟ بخط النار رايعة طويلة سنزيقهم جرحا بجرح ودما بدم والظلم ليلته قصيرا كلام زات والله لما زمان نسمعه نقول خلاص الشغل جاطب وما في اي حاجة وامساكت ها زي ما قال داك تزرع في الوهم فرصة مفتوح للعلمانين كويس هل تعتبر انه كلامنا دا حد ولا تغبيش لعقول الطلاب يعني احنا بنذكر في حقائق ما صحيحة انه مسألة العلمانية الساكيولر ما معناه علمانية لما نقولنا ساكيولر بالانجليزي تعني علمانية انه الكلام دا غلط كده تعالوا اغنعونا كده يقولوا واحد يجيب مرجع يقول يا اخوان اتو كالضبطه في المزة لدي علمانين وزي ما اقل لك شغال انا ما عارف العلماني بيجيبه هنا شنو في جامعة الغران الكريم اول حاجة يسمى غران كريم انت ما مسلم ما بتخش هذا نمرة واحد نمرة اتنان من ناحية انبساغية كده يا علمانين نحن بنعرف انه العلمانين دا الجنو مخلط ما بخشوا الجامعات زي بسموها جامعة العزابة مش رفتها اتجابكم هنا شنو اتجابكم هنا شنو النازل ولا دقسوا بس دي دقسة مش طيب تعالوا ناقشوا كده الشجع 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 لو جيت هنا وكرعينك رجفة انا بساندك رفتها وبجيب لك بلوكة عشان ما تجي واقع يا اخ تعال اقعد في الوطا وناغشنا يا اخوانا الكلام دا كيف يا علمانين عيب والله الكلام دا عيب كده يتصلوا على صديق نحن ان شاء الله المنبر حيواصل بعض الصلاة بعدين ان شاء الله فامشوا دقوا ليه كنو كنو كن فيه علمانين في الجامعة البحر الاحمر شيوعين حمر هنا دارينهم وين العلمانين جيبهم لنا من جماعة ولو خريج مش خريج سكرتير الحزب الشيوعي ببر سودان وسكرتير المؤتمر الشعبي ببر سودان وكل بتاعنا الاحزاب كلهم جيبهم لنا هنا برضو بنغيشهم لك نقاش والله اما يتوبهم اما انهجهم اما الناس يعرف انهم على باطن وينهم وينهم يبقى يبقى هما يا اخوانا يعني النازل ما جديرين انه الطلاب يحترموهم ولا انه الطلاب يقعدوا لهم وبعدين ما تزعلوا يعلمانين ما تزعل لما الطالب ما يحضر لك يقول لك طبعا مستولوعي في الجامعة دي متدني وانت ما بتخوش الطالب يحضر لك ليه ولا شنه يا طلبة انا بحضر ليه زول بيقدم ليه حاجة معلومة مفيدة او ينقض ليه زول داك نقض علمي لكن انت زاتك منهجك ما قعد تبديه للناس عرفتها فرصة مفتوحة للمداخرات او من الطلاب الشرفاء المامون تمين ذاته لو في واحد دال يسأل سؤال او كده برضو الفرصة مفتوحة لهم طيب قال انت قلت الله في السماء كيفية وجود الله طبعا يا اخوانا السؤال عن الكيفية حرام السؤال عن الكيفية حرام ليه لانه ربنا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والكيفية دي لا 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 يعلمها الا الله لانه ما في احد رأى الله سبحانه وتعالى فيبقى ما بيقدر شنو يكيف صفات الله سبحانه وتعالى والسؤال ده حرام لشان كده الامام مالك رحمه الله لما انجاء رجل قال له يا امام الرحمن على العرش استوى كيف استوى سأل عن شنو مش سأل عن انه الله في السماء لا سأل عن كيفية الاستواء او زول يسأل عن كيفية النزول او زول السمع او البصر او غير من صفات الله سبحانه وتعالى فقال له قال فاطرق الامام مالك يعني دنقر في الوطأ قال حتى علاه الرحضاء العرق يعني السؤال كان يعني سؤال صعب ليه لانه السؤال ده ما قال السلف ولا قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ثم قال له الاستواء معلوم والكيف مجهول معلوم يعني ورد في القرآن والسنة والكيف مجهول كيفية الله سبحانه وتعالى كيفية الصفات مجهولة ليه لانه نحن ما رأينا الله سبحانه وتعالى وهذا من علم الغيب الذي غاب عنا جميعا قال والايمان به واجب الايمان به هذه الصفة ان الله مستوين على العرش واجب والسؤال عنه بدعة السؤال عن الكيف بدعة ثم قال وما اراك الا مبتدعا فامر به فاخرج فيبقى اخواننا السؤال عن الكيفية بدعة اما ان نقول ان الله مستوين على عرشه فهذا جاء في القرآن ربنا سبحانه وتعالى قال الرحمن على العرش استوى في سبع ايات من كتاب الله عز وجل قال في صورة الحديد خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماوات وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير ولذلك يعني هذه الصفة يا اخواننا صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى وينكرها اهل البدع والضلال من الصوفية وغيرهم وان كان جوا قلب يقر بها والادل على هذه الصفة كثيرة منها حديث الجارية عند العلماء معروف بحديث الجارية كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء وقالت زينب بن تجحش رضي الله عنها قالت كانت تفخر اذا فاخرت على بقية ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول زوجكنا هلكنا وزوجني الله من فوق سبع سماوات او في لفظ وانكحني الله في السماء ده في كتاب التوحيد من صحيح الامام البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش ان رحمتي سبقت غضبي وربنا قال عن نفسه اليه يصعد الكلم الطيب يصعد معنا شنو لانهم بيجيوا يجيبوا ليك شبهات ويناقشوا وكذا والادل الذي واضح يصعد معنا شنو الصعود بيكون من تحت ليه فوق مش اليه يصعدوا بعدين جاب الحرف بتاع الجر الى الذي يدل في اللغة العربية الى انتهاء الغاية ولا اشنو يعني بيبدأ من وين من العبد الصالح وينتهي الى من الى الله سبحانه وتعالى يصعد معنا ليه فوق مش يبقى الله سبحانه وتعالى مستوين على العرش رفته وربنا عز وجل قال والكلم والعمل الصالح يرفعه ولا يغالتون في معاني اللغة العربية وبرضه ممكن نخش معاك في نغاش في معنى يصعد ومعنى يرتفع مع انه انا بفتكر انه زول البناغش في يصعد ويرتفع ده مفروض يودو مستشفى المجانين ولا شنو زول بناغش في يصعد ده مشوره مفروض ارموه من مصعد من فوق رفته وربنا قال اامنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض من هو الذي في السماء ويخسف بنا الارض اجيك واحد صوفي يقول لك لا المقصود ب اامنتم من في السماء قال العلماء او قيل في بعض الالفاظ هو جبريل طيب ربنا قال عن جبريل والملائكة يخافون ربهم من فوقهم ما عندك ما عندك مخرج رفته ادلة قاعدة واضحة ودونها السلف موجودة في الكتب والمراجع ولذلك اخوانا العقيدة دي من العقايد الثابتة والمقررة حتى صوفية ذاتهم بقلوباته اتحد البرعي قال في القصيدة حقته قال الاسره سماء بتكلم عن النبي صلى سلح الاسره سماء لفوق للسماء ها شاف ذات مولاه من هو في السماء ده البرعي ذاته الاسره وطبعا دي لك بيكونوا مع الموسيغة والدلوكة والزلاب حقة المولد كن ما فهمين اي حاجة ها الاسره سماء بيفوق للسماء تلقاه بيرقص الرقيصة الشين داك تقول له بيطرقص اشنو ما هنا قال الله في السماء تلقاه يتلفت طيب الفرصة مفتوحة عن للنقاش في العلمانية وفي غير العلمانية ان عارفين العلمانين ديل خلاص انتوه ايوه العلمانين يا اخواننا الموضوع بتاع العلمانية ده ما جابوا زول واحد جابوا مجموعة ناس جان جاكروسو ومونتوسكيو وما عارف شنوه مونتير ولا يسموه شنوه المهم ديل جوا في السورة زمن السورة الفرنسية وهم الاشعلوا الكلام ده هم في النهاية يهود اصلا الوراء العلمانية هم اليهود الذين رفعوا لانه كانوا مستضعفين في العالم اليهود ما كانوا في فلسطين رفتا لكن بعد ذاق قاموا اتغلغلوا وصنعوا هذا المنهج في العالم عشان يجعلوا الحرب ما حرب دينية في العالم رفتا قاموا اخترعوا العلمانية والشيوعية ورفعوا شعارات الاخوة الاخا والمساواة والانسانية ثلاثة شعارات قاموا الناس اضغشوا بهم قاموا قالوا الدين النصراني هو كان سوى في تاخرنا وكذا وكذا وهو كان يعني السبب الحقيقي ان اليهود كان المذهب النصراني والدين النصراني كان مستضعف اليهود ومشريد في الوطأ ده السبب الحقيقي فبعد ذاك اتكونت العلمانية وحتى المؤسسين بتاعنا العلمانية والشيوعية عندهم علاقة باليهود ناس ماركيس جد يهودي لينين برضو ابو او جد يهودي فكلهم عندهم علاقة باليهود رفتا؟ شاكده ما بتلقى الشيوعية في يوم واحد إلا وهي تؤيد اليهود تقيف معهم واليهود في العالم كلهم أو العلمانين في العالم كلهم يؤيدوا إسرائيل ويدفعوا لها الأموال الآخر ليه؟ لأنه أصلا العلمانية فكرة بتاعة يهود رفتا؟ عشان كده المهم في الموضوع إنه أخوانا العلمانية هي كفر بالله لكن نحن ما بنقول أي علماني هنا كافر لأنه ديل ما فهم من حاجة قاعدين طرنق عساكد الواحد رأسه فاضي قال إنه بس الموضوع جدعى قدام الطلبة وكده فلكن ده ده كفر نحن بنحذره عشان يتوب لربنا سبحانه وتعالى لأنه الليلة لما انتجي تقول لي الدين ما يصلح في هذا الزمن ده كفر بالله سبحانه وتعالى لأنه ربنا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ربنا نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم قبل ألف وربعمية سنة ما يعلم إنه حيجو ناس بعد ألف وربعمية أو زيادة من السنين وحيحصل لهم تطور والناس حتطير في بالطيران وتمشي بالعربات إلى آخر ربنا ما يعلم ذلك ربنا بيعلم شاكده بيقولوا أقوال كفرية لكن نحن يا زيديل بنجادلهم بالتي أحسن وبننصحهم شأن نقدم لهم الخير وإن لهم ناس جهال ساكن زول جاهل زول عليك الله في جامعة الغران الكريم يجي ينشر في العلمانية ما زول جاهل زول جاهل جاهل ذاته لا تعرف راسه من قبله فرصة مفتوحة للأسئلة والمداخلات قبل ما يخلق كان السماء والآرد دينيش مخلوقة مكان وين طيب نجاوب لك قال السائل بيقول أنت قلت الله في السماء أول حاجة أنا ما قلتها الله قال والنبي صلى الله عليه وسلم قال ديني المسألة الأولى لأن يا أخوان الصراع لو بيقى صراع بطع طواف وإنتوا بعدين عشان تعرف أزيدك أنا ما أنصار سنة أنا ما منتمل أنصار سنة ولا في أنصار سنة بيجي ذاته يقدر يديني تعليمات ولو جاء أنصار سنة إحنا ذاته بنفتح له فرصة لأنه نغاش لأنه أنصار سنة ذاته منهج باطل وجاءت الشغلة ذاته لسه أصبر لي أنا جايك بعد شوية شغلة دي يا زول شغلة دي في أشغل تقيل عرفتها؟ شوف عشان كده ربنا قال لك الآية الزكراة لك الإخوة جبل ربنا قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم أنصار سنة فرغة ولا ما فرغة؟ فرغة فرغة يعني شو يعني لو أنت مركتك من الكيزان والعلماني وبقيتك أنصار سنة في شو يعني حصل شو يعني تلبتها بالشباك بس فحصلت حاج عرفتها؟ فأنا دائرك متناغ شنين نغاش بتعنوا دينا صار سنة ودينا نحن ما التابعين لأي زول الشيئين بيقولوا والله نحن مع الطيور لأنه عقوله مزغر من الطيور ونحن بنقول والله نحن مع الرسول صلى الله عليه وسلم عرفتها؟ تاني أي راجل بندوسه لك تحت الجزمة دي في إمتى؟ فعشان كده يا أخوانا النغاش يكون نغاش بتاع علم وده الخايفين منه العلمانين علماني تلقاه ويتلبت يجيب الركن الليلة قالوا للطلبة شنون أنت ما تجدخش تشوف الحاصل شنون؟ عرفتها؟ ولسه أنا ما بديت عندي لك هنا شبهات كاتبة عارفك ما بتكون في إمتى ولا سمعت بها زات لأن العلمانين ما ورواك لها زات ولا في واحد زاته قادة في رأسه عشان يوريك لها طيب فقال الله كان وين طيب قبل خلق السماء والأرض لو ربنا سبحانه وتعالى ما كلمنا ولن نبي صلى الله عليه وسلم كلمنا إنه كان وين قبل السماء والأرض هل نؤمن بالاستواء ولا ما نؤمن؟ نؤمن ولا ما نؤمن؟ نؤمن لأنه جاء في القرآن بعد ذلك جاءوا ناس في صحيحة الإمام البخاري وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله والكلام ذا أيضا أورد البخاري في كتاب التوحيد قال يا رسول الله جئناك نسألك عن أول هذا الأمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء معه دي رواية كان الله ولم يكن شيء معه ولم يكن شيء غيره دي رواية تاني قال وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض يعني ربنا كان وما كان معه شيء من المخلوقات الجواب ده بكفي ولا ما بكفي بكفي لأنه أنت عقلك عقلك إلا يمثل حتى تقول لي ما بكفي كيف إذا أنت قلت لي ما بكفي نقول لك لما ربنا قال كان الله النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كان الله ولم يكن شيء معه إلا تكون أنت بتشبه ربنا بالمخلوق طيب يا أخي ما لابد في ناس بيعتقدوا إنه لما تقول لله مستوي على العرش إنه ربنا بيحتاج للعرش كاحتياج المخلوق للكرسي وده معنى كفري وباطل ده معنى كفري وشنو؟ وباطل عرفتها؟ ولكن ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء ربنا ما زيك ولا زي مخلوق ولا مثل له ولا ند له فهل يحتاج إلى شيء من مخلوقاته؟ شكدا أنت ما يجيك في ذهنك لما نقول لك كان زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء معه أو لم يكن شيء غيره ما يجي في ذهنك التشبيه لو جاء في ذهنك التشبيه حتى بعدك بتقول الجواب ده مبكفي فهذا الجواب هو جواب النبي صلى الله عليه وسلم فرصة مفتوحة نعوذ بالله الذكر ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق والذكر والأنثى هما المخلوق لك لم كفر بالله سبحانه وتعالى نعوذ بالله وربنا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ربنا سبحانه وتعالى قال قل هو الله أحد دار تتكلم عن رب العزة تتكلم بما جاء في القرآن وما جاء في شنه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وده إنسان ملحدة بيقول الكلام ده ربنا عز وجل قال قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وربنا سبحانه وتعالى قال هل تعلم له سمية وربنا قال وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل لهما في السماوات والأرض كل له قانتون وربنا قال وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير وربنا سبحانه وتعالى قال هل تعلم له سمية فذا أصلا ما يريد على العقل لأن الله عز وجل قال دي قاعدة دائما خليها معاك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير رفته فتصف الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه أزول بيقول لك الكلام ده أو بتسمع منه أو كده وقعدت معاه انت بتكفر زي طوالي لأنه ربنا قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث مثله إنكم إذن شنوه في حديث غيره إنكم إذن مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا فإنت بتبقى زيه شاكيد أزول بيقول لك كلام زيداء ما تسمع له ونزه يعني أذنك عن هذا الباطل والشرك والإلحاد والكفر في حق الله سبحانه وتعالى نعوذ بالله من هذا الكفر ومن هذا الإلحاد فرصة مفتوحة أيوة الأخ بيسهل بيقول إنه العلمانية ليه ما بتشكل أي خطر على دين تاني إلا الدين الإسلامي مش ده السؤال أيوة لأن أصلا يا أخواننا الأديان التاني أصلا أديان محرفة الموجودة دي يعني الآن الموجودة أديان محرفة عشان كذا بتلقى في نص الكتاب المحرفة اللي يسمونه الكتاب المقدس ما يدعو إلى العلمانية يقول لك دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر ده بتلقاه جوه الكتاب يعني أنت لما تبقى نصراني بالجد بتبقى شنون تبقى علماني ليه لأن العلمانية مؤصلة جوة كتابهم أما القرآن يحارب العلمانية عشان كذا بحاربه ربنا قال إن الحكم إلا لله وربنا قال يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة يعني طبقوا الإسلام كاملا وغير من الآيات الكثيرة فالنازل بحارب الإسلام لأن الإسلام بحاربهم وبيبطل منهجهم الباطل بعدين الإسلام دين كامل تفاصيل الحكم تفاصيل السياسة تفاصيل الاقتصاد اختيار الحاكم إلى آخر كل الإسلام جاء بذلك إما في القرآن وإما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بإجماع الأمة من الأولين فعشان كذا هم بحاربوا الإسلام بحاربوا الدين الصحيح الذي هو الإسلام وإلا العلمانين ديلا الآن يعني أنت الليلة لو مشيطة الصين عندنا أخونا عبدالباقي دا مشى الصين قبل فترة رفتوا كثير من الناس تجارة وغيره بيمشوا الصين هناك أنت عارف هناك ما في فيسبوك شانا أوريك للعلمانين يقول لك لا حريات فيسبوك ما في واتصاب ما في يوتيوب ما في عندهم برنامج معين حكومتهم بتقول لهم بسأل في البرنامج دا بس ليه؟ لأنك لو انفتحت على العالم التاني وقريت عن الشيوعية تاني ما بتبقى شيوعي ولو انفتحت على العالم التاني وقريت عن عن بوذة تاني بتخلي بوذة شان كده محجرين عليهم والصين دي عبارة عن دولة شنو؟ دولة شيوعية دولة شيوعية اشتراكية شان تعرف التحجير ولو كنتم محجرين هما المحجرين الآن في الفاتيكان بتقدر تتكلم ما دي دولة دينية الفاتيكان دي چنو؟ دي النصارى يعني البلد بتاعتشروه البلد البحجلاء النصارى في العالم الفاتيكان كويس؟ هلا الآن في الفاتيكان بتقدر تدعو لديه مسلم؟ شان ما تتكلمه سايا علمانين المعنى بيتكلموا ساهم مساكين ما فهم من حاج بس غشوم اوك 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 يالله خلاص الفتة وفتاء يارين ماشي